المرحلة الأخيرة من اتفاق سد النهضة دونها عقبات جديدة الغياب الأثيوبي السودان يبلغ الأمريكيين بضرورة حضور الأطراف الثلاثة مصر السودان، أثيوبيا للجولة الأخيرة من المحادثات الموقف السوداني يأتي إثر تبرير أثيوبيا غيابها بأنها لا تضمن موافقة فرلمان المقبل المتوقع انتخابه في غصص على المسودة الأمريكية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل السد فهل يتم إرجاء الحلول إلى ما بعد أغسطس؟ جولة المفاوضات الأخيرة لسد النهضة تعقد من دون منفذ المشروع إثيوبيا قررت عدم حضور جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن وهي الجولة التي كان من المقرر أن تشهد التوقيع على المسودة الأمريكية لاتفاق سد النهضة مسودة اتفاق عملت عليها الأطراف الثلاثة على مدى نحو أربعة أشهر تحت رعاية أمريكية حضرت طرفان الآخران مصر والسودان الجولة الأخيرة فالدولتان أعلنتا التزامهما بالمصار التفاوضي الذي تديره وزارة الخزانة الأمريكية ووفد من البنك الدولي ومع ذلك رأت السودان في غياب إثيوبيا مانعا للتوصل لاتفاقية شاملة بخصوص قواعد الملء الأولي والتشغيل للسد قضية شكلت نقطة خلاف كبير بين مصر وإثيوبيا على مدى أشهر إذ يتخوف الجانب المصري من أن تؤثر عملية ملء السد والمدة الزمنية لذلك على حصة البلاد من مياه نهر النيل مصدر المياه الرئيسي للبلاد ومع دخول الوساطة الأمريكية على الخط وبعد جوالات تفاوضية عدة أعلنت القاهرة وواشنطن منتصف الشهر الجاري التوصل لاتفاق وأكد الجانب المصري أن الاتفاق سيشمل وضع جدول زمني لملء السد والإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة لكن الجانب الإثيوبي بقي موقفه غير محدد فتضاربت التصريحات الرسمية خرج بعضها معتبراً أن جولة التفاوض التي انعقدت منتصف فبراير كانت ناجحة وتمهد الاتفاق النهائي وأخرى تؤكد أن المفاوضات فشلت في حل نزاع المستمر مع مصر منذ فترة طويلة لتختار إثيوبيا لاحقاً عدم المشاركة في جولة التفاوض الحالية والأخيرة طارحة أسباباً لم تكن في الحسبان وهي عدم إمكانيتها التوقيع على أي اتفاق دون ضمان إجازته من البرلمان الذي يقف على أعتاب انتخابات قريبة معنا من القاهرة رئيس وحدة حوض النيل في مركز الأهرام هاني رسلام أستاذ هاني أهلاً وسهلاً بك على سكاينيوز عربية هل مبررات الغياب الأثيوبي مقنعة برأيك لا أعتقد بأي حال من الأحوال أنها مقنعة أو تتسم بالحد الأدنى من التماسك أو المصداقية هذا تعبير واضح تماماً عن سوء النية وعن غياب الإرادة السياسية لتوقيع أي اتفاق وأن أسيوبيا منذ بداية الأزمة ومنذ تكوين اللجنة الدولية الأولى في عام 2012 وحتى الآن وهي تمارس الخداع وهي بموقفها الحالي بإيقاف المفاوضات تنتهك إعلان المبادئ المواقع في 2015 وتضرب عرض الحائط بكل الجهود التي بوزلت وتعرض منطقة النيل الشرقي إلى خطر الانزلاق إلى حالة صراعية وهي أيضاً دولة مارقة من القانون الدولي لأن موقفها بالكامل هو خارج القوانين والأعراف الدولية المتصلة بأحواض المياه وفي الحقيقة هذا يعني محظ هراء ما تقول به أسيوبيا وفقدان كامل للمصداقية هل يمكن اعتبار الموقف الأسيوبي بمثابة إعلان وفاة للوساطة الأمريكية للمبادر الأمريكية سيد هاني؟ لا نستطيع أن نقول ذلك في انتظار موقف أمريكي واضح ومحدد لأن الولايات المتحدة الأمريكية وضع السقة لها خلف هذه المفاوضات وحددت مواعيد نهائية وتدخلت لمحاولة وضع صياغات لبعض النقاط الخلافية ثم الآن أسيوبيا تضرب عرض الحائط بكل ذلك وهناك تصريح محير لبومبيو في زيارته الأخيرة لأسيوبيا قال فيه أن الخلافات المتبقية يمكن حلها خلال بضعة أشهر متقاوزاً بذلك الموعد الذي كان حدد سابقاً بنهاية فبراير الوضع الحالي برمته يعبر عن وضع الأزمة على حافة الهوية وهو أمر غير مسؤول وضع أسيوبيا تضع الأزمة على حافة الهوية وهو تصرف غير مسؤول من هذه الدولة كيف نفسر كل هذه المراوغات الأثيوبية برأيك سيد هاني لماذا لم تكن هذه سبابة واضحة منذ البداية؟ هل الأمر متعلق بحسابات انتخابية؟ أم الأمر أبعد من ذلك؟ الأمر أبعد من ذلك بالتأكيد وهي منذ البداية تتهرب بشكل واضح تماماً من توقيع أي التزام بكيفية التصرف في المياه المحتجزة خلف السد تريد أسيوبيا فرض أمر واقع من طرف واحد تريد أن تتصرف في كميات المياه لتدفقات نهر النيل الأزرق من طرف واحد وهذا مخالف بالكامل للقانون الدولي والأعراف الدولية ويعرض مصر لمخاطر كبيرة نتيجة فقدان كميات كبيرة من المياه بالمخالفة للقانون الدولي ويعطي مصر أيضاً حق الدفاع المشروع عن النفس بالوسيلة التي تراها مناسبة في التوقيت المناسب وبالأدوات المناسبة وإن كانت مصر حتى الآن تتمسك بالموقف التفاوضي وبالحلول الدولي والقانونية والسلمية ما السيناريوهات المفاوضات الحالية سيد هاني؟ هل يمكن أن نعدد بعض هذه السيناريوهات برأيك؟ من المبكر أن نضع سيناريوهات لأن مصر أصرت على الزهاب إلى واشنطن التزاماً بما تم الاتفاق عليه سابقاً في انتظار موقف أمريكي واضح وأيضاً بيانات من البنك الدولي عما حدث والمسير للانتباه هو الموقف السوداني الذي رفض التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في قولة منتصف فبراير الحالي وهو الآن يذهب ليقول وكأنه ساعي بريد يقول أنه لا يمكن الاستمرار في التفاوض بدون وجود الطرف الثالث في حين أنه كان يمكن النظر في المسودات التي قدمت وإعلان موقف منها وهذا قد يساعد في تقدم العملية التفاوضية أو استعادة أسيوبيا إلى طاولة التفاوض لكن هو الموقف الأسيوبي من أيام عمر البشير وعهد الإخوان المسلمين والآن مع حكومة حمدوك الدليد هو مسير فقط للانتباه لأنه يتحالى بشكل كامل مع الموقف الأسيوبي رغم أن هذا لا يحقق مصالح الشعب السوداني وهذا ما تقول به فئة كبيرة من المتخصصين والرأي العام السوداني ما مصلحة السودان في المحياز لإثيوبيا ليس هناك مصلحة يعني كل المتخصصين السودانيين وقطاعات واسعة تتزايد الآن من الرأي العام السوداني تقول أن هناك مخاطر لكن في عهد الإخوان المسلمين نحن نعرف أنهم سياستهم هم فقط البقاء في السلطة وإيزاء مصر لأنها كانت تدخل في حلف معادي معروف الأحلاف التي كانت تدخل بها عمر البشير في الوقت الحالي من هم يديرون التفاوض هم الذين كانوا يديرونه في وقت سابق في عهد البشير ونعرف أن رئيس الوزراء أيضا كان مقيما في أسيوبيا لفترة طويلة من الوقت وهناك أقاويل أو مقولات بأن أدق تتردد في السودان عن لوبي أسيوبي موالي أسيوبيا داخل هذه الحكومة الانتقالية برأيك هل الحلول ستؤجل إلى ما بعد شهر أغسطس المقبل سيد هاني شهر أغسطس المقبل هذه خدعة كبرى لأن تعليق تسوية أزمة من هذا النوع بتطورات داخلية أمر غير مفهوم وغير مقبول على الإطلاق لأن الوضع في أسيوبيا ليس انتخابات هناك إثنيات تطالب بحق تقرير المصير هناك جزء كبير من الأرومو الذين ينتمي إليهم آبي أحمد يعارضونه بشدة هناك اشتباكات طائفية وقتل على الهوية هناك حالات عنف بمئات من القتلى ونزوح ملايين من الناس فالانتخابات ليست ضمانا لانتهاء الاضطراب الداخلي بل قد تكون بداية لمرحلة جديدة من هذا الاضطراب والقول بأنه لا يضمن موافقة البرلمان هو كان بنام ممكن أن يعرض الاتفاق على البرلمان الحالي لأنه الانتخابات أدلت إلى أغسطس المقبل هل نتوقع توجه القاهرة إلى مجلس العمل الدولي في ظل تلكه أديسابابا؟ لا نستطيع الآن أن نتنبأ بموقف القاهرة لأنه ما حدث ينقل الأمر إلى مستوى جديد تماما وبالتالي لابد أن تكون هناك فرصة من الوقت لدرس وفحص هذه المتغيرات لتقرير ما هي الخطوة المناسبة من الطرف المصري بعد كل الذي حصل ترى أنه مازال هناك متسع من الوقت لإيجاد حل؟ الحلول هي مصر في الحقيقة بزلت جهدا خارقة تؤكد على التعاون واقتسام المصالح والتشارك في التنمية ولكن بلا أذن تسمع من أسيوبيا الموقف المصري والوافد المصري ومعه كل مؤسسات الدولة وضع أسيوبيا في زاوية حارقة لأنها لم تستطع وفدها لم يستطع أن يقدم حقق أو زرائع أو يدافع عن منطقه وسوء نواياه في التفاوض وبالتالي قرر الغياب فمصر الآن في موقف واضح أمام العالم في حين أن أسيوبيا موقف واضح أمام العالم أنها دولة تبحث عن التعاون وتتبع القانون الدولي وتسير في اتجاه المصالح المشتركة واقتسام التنمية لكن الموقف الأسيوبي أصبح منكشفا الآن بأن هناك رغبة في الهيمنة والسيطرة من طرف واحد وإذا الدولتين أسفل المقرى بدون أي مبرر يسوقه الوضع في أسيوبيا لأنه ما يقال هو محض كذب في كذب عن توليد الطاقة وغير ذلك وقد ظهر الموقف الحقيقي الآن لا يريدون أصلا توقيع اتفاق شكرا جزيلا لك أستاذ هاني رسلان رئيس وحدة حوض النيل في مركز الأهرام كنت معنا من القاهرة شكرا لك